متأطئ الرأسي يجر رئيس الوزراء الإسباني نحو الابتزاز والتحديد ينقلب على مرجعية السياسة الخارجية لدولتها خدمة لأغراض شخصية ويتسبب في إسخاط معاهدة دولية تسقط معها المصالح الاقتصادية مع الجزائر التي تتنافس القوى للضفر بعقود معها لتفردها بصفة الوفاء بالتزاماتها وسيادية قراراتها فيكون سانشاز أضحوكة دولية في وقت الجد بسبب موقف بلطجي يقول النائب البرلماني الإسباني سيرجيو ساياز ويؤلب الصحافة عليه أيضاً صحيفة الفابليك الإسبانية طالب سانشاز بالاستقالة بسبب الخطوة المروعة والانتكاسة التي أدت إلى خسارة شريك استراتيجياً يزود البلاد بنسف الغاز المستهلك بحجم الجزائر وقبول دفع الشعب الإسباني أثماناً باهضة وانتهاك القانون الدولي وحتى تحدي رفض الكونغرس بأكمله في مقايضة خصيصة مع المغرب الشريك غير الموتوق به الذي تجسس ببرنامج بيغاسوس حول قيادات سيدة في البلاد واستخدم البشر في سبتة لإجبار سانشاز على الإنقلاب باستسلامه لابتزاز محمد السادس تضيف البابليكو أما صحيفة لافونغارديا فقالت إن التطورات أضعفت الحكومة الإسبانية سياسياً في وقت اقتربت فيه الانتخابات في إقليم الأندلس ذي الثقل الكبير كيف لا؟ وغضب شعبي وبرلماني عارم رافض لسياسات لا تقدير فيها للتدعيات فالبرلمان سأل الرجل ثلاث مرات في شهرين وتحركت الأحزاب ضد سياساته حتى تلك المنضوية تحت اتلافه الحكومي كحزب بوديموس اليساري في علم السياسة لن تكون ديبلوماسياً حتى تفقها أساليب الاتصال أما في الأزمات السياسية فكل فعل يرقى إلى أقصى درجات الجدية فبه تحل المشكلات وبجهله تنفجر توترات تدعياتها قد تعصف باقتصادات دول أما الوزير الأول الإسباني فيمضي في قرار أحادي أحدث هزات في المشهد السياسي في إسبانيا ارتداداتها خطيرة وليس أذقل منها فقدان ثقة الشريك الإستراتيجي الجزائر